السلام عليكم عاملين ايه اه يلا بينا بقى نعمل اكلة الجميلة دي اكلة اكلة شعبية ومشهورة جدا هي السجوء الشرقي بتاع المحلات او بتاع العربيات اللي بتبقى وقفها في الشارع بنشتري منها ويبقى طعم وحلو اللي احنا حنعمله في البيت بقى بطريقة احلى والطعم كمان اه احلى واحلى بكتير واضمن كمان من بره اه بس قبل ما ابدأ الفيديو عايزة بس افكركم اللي داخل القناة الاول مرة ما ينساش يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للصفحة على الفيسبوك وحسيب لكم اللينك بتاعها في اه اول تعليق مسبت يلا بينا بقى نشوف الاكلة الجميلة دي اه بتتعمل ازاي وايه المكونات والمقادير بتاعتها والطريقة كمان يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كده المكونات بتاعتها الاول بسم الله معي هنا اه كيلو من السجوء ودي بقى الكمية بتاعتكوا انتو معي هنا خضار مشكل بصل وفلفل كوبي احمر واغدر واصفر وكمان تماطم بكعبات وكمان معي معلقة كبيرة من التوم ومعلقة من آآ هريسة الشطة ودي اختياري ادبس رمان وصياسوس وبهارات مشكلة ملح وفلفل اصمر وكمان معي آآ صلصة آآ حكتبلكم المقادير بالزبط في صندوق الوصف زي ما انا معاوداكم هنا بقى حطيت جرل كده على النار وحطيت فيها زيت زي ما شفته الزيت ما نقطرش منه علشان كده كده السجوء لما تحطى على النار حينزل آآ آآ حينزل دهون فمش عايزين يبقى فيه دهون كتير طبعا بعد ما زيت بيسخن ببتدي بقى ان انا انزل السجوء بتاعي في في الجرل او الطاصة اللي انتو حطنا احنا بقى جايبيني السجوء بلدي وضمنين وطبعا برا في المحلات بنبقى مش ضمنين احنا بناكل ايه لكن في البيت بنعمل الاكل في البيت بقدينا وضمنين احنا عاملين ايه وشاريين ايه وكل حاجة بتبقى تماما هنا النار عالية مش عايزة النار تبقى واطية لان لو النار واطية هتخلي السجوء بتاعي ينزل آآ ميا وانا مش عايزة ينزل ميا انا عايزة ادي له آآ صدمة كده وتشويح عشان ياخد معي لون بسرعة لكن لو النار واطية هاياخد اللون بعد فترة وكمان هينزل ميا خلاص بعد بقى مخاد اللون زي ما انتو شايفين كده وتشوه هحوطه كده على جنب وحنزل بالتوم المفروم وكمان هاريسة الشطة هاريسة الشطة بتتديلها طعام متوحفة جدا لو متوفرة يعني عندكم اخدوها وحنديل بقى تشويح كده لحد ما لونه يبقى اه دهبي وكمان رح تتلع هاريسة الشطة كما فتعاملها معاكم وقبل كده في القناة واحسيب لكم بردو اللينك بتاعها في اول تعليق مسبت برضو كل حاجة هسيبها لكم في اول تعليق مسبت او في صندوق الوصف ما نخليش التوم يغمق معين عشان بس ما يمراش اول ما ياخد لون خلاص كده يبقى هو كده تمام معين الاكلة دي جميلة جدا وسهلة وسريعة وبسطة جدا جدا يعني لو انت مش محضرة انت عتعمل اكل ايو عندك سجوء في الفريزر هتطلعي في ثواني دقايق كده هتلاقي نفسك خلصتي الاكلة دي تحفة جدا جدا وسريعة مش بتاخد اي وقت هنا بقى بعد ما خلاص شوحت التوم وقلبته مع السجوء هنزل بقى بمعلقة السلسة ومعلقة السلسة كمان لازم نشوحها عشان نطلع منها المضة الحافظة بتاعتها كده هحط معلقة صغيرة او النص معلقة صغيرة من البهرات المشكلة وكمان فلفل اصمر الملح بقى هحطه في الاخر خالص لما ادوق الاول واشوفه هو محتاج ملح ولا لأ لان سجوء طبعا بيبقى في ملح وكمان دبس الرمون والصياصص برضو بيديله مزازة كده ويعني نشوف بقى في الاخر اهو محتاج ملح ولا لأ هنا بقى حطته الخضار كله شايفين بقى الالوان حلوة ازاي تحفة جدا جدا وكمان مفيدة فيها خضار كتير وحلوة قوي في الخضار ده ممكن لو انتو مش عندوك هاريسة شطة في الخضار ممكن تضيفه بقى في الفلاية حمية بدل هاريسة الشطة لو انتو يعني عايزين ويبقى حمي شوية وقادي معلقة هنا نحط بقى معلقة من دبس الرمون معلقة كبيرة وبرضو معلقة كبيرة من الصياصص زي ما قلتلكو لو مش موجودين خلاص بس بجد يعني بيديله تستعيلي جدا جدا وتضيف حتة تانية خالص بيبقى طعمه بجد تحفة جدا ودي اكلة كمان من الاكلات اللي بتنفع جدا جدا في المصايف حلوة قوي هنا بقى بعد محطت كل المكونات بتاعتي حسيبه بقى حوطي النار عليه واسيبه يستوي براحته خالص ممكن تغطوه او ممكن تسيبوه على نار هادية جدا انا سيبته على نار هادية ما غطتهوش هنا خلاص اهو بعد المستوى حبتدي بقى احطوه في العيش حابين تحطوه في عيش فين وتمام تحطوه في عيش بلدي برضو تمام اللي اتنين بيبقوا احلى من بعض الوصفة سهلة جدا يا جماعة ما خدتش معاي وقت خالص زي ما انتو شايفين كده ومقادرها كمان بسطة جدا بجد كان طعمه طحفة حاجة كده يعني تستهل بققكو بجد شايفين شكله حلو ازاي قدموه بقى بطريقة اللي تحبوها حابين تحطوه في سندوتشات تمام حابين بقى تحطوه في اطباق كده برضو تمام في اشكال كتيرة بقى لطريقة تقديمه ودي بقى حرية شخصية بتاعتكو انتو شايفين الوصفة ما خدتش معانا وقت خالص ازاي زي ما قلتلكو وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة وطحفة وطعمها خطير جدا جربوها بقى ان شاء الله بالطريقة دي هتعجبكو قوي ما تنسنيش بقى افضع وحلوة وكمان زي ما قلتلكو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكمان تعملوا لايك للصفحة على الفيسبوك يلا بقى اجربوها اقول لي ايه رأيكو اشوفكو بقى في فيديو تاني ان شاء الله على خير استوضعكم والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة